يا مساء الفل على كل جماهير نادي الأهلي النهاردة عندنا حلقة مميزة من الأشبال حلقة جاية بعد الأهلي مشرف الكرة المصرية والكرة العربية والكرة الأفريقية النهاردة حلقتنا جاية بعد الأهلي تالت العالم تالت العالم دي حاجة كبيرة جداً إن الأهلي يكون تالت العالم الأهلي تالت العالم للمرة التالتة في تاريخه والمرة التانية على التوالي لما يكون النادي الأهلي المرة التانية في تاريخه أو المرة التانية على التوالي تالت العالم أكيد حاجة ما جاتش بالصدفة ولا بالحظ عندنا مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ناس بتشتغل للنهار من أجل إسعاد جمهوري النادي الأهلي عندنا جهاز فني محترم بقيادة موسيماني اللي الناس دايماً بتشكك فيه وهو دايماً بيرد في الملعب عندنا جهاز إداري محترم بقيادة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدور الكرة اللي بيشتغل دايماً وفي نظامه فيه روح وحب وتعاون بين كل اللعيبة في النادي الأهلي عندنا لعبة محترمة عندنا لعبة بتخلص من أجل النادي الأهلي عندنا الأهلي بمنحضر شفنا رغم كل الظروف الصعبة لكن النادي الأهلي كان في المعاد النادي الأهلي جي في المعاد بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وبتوفيق جمهوره جمهور النادي الأهلي العظيم جمهور النادي الأهلي اللي كان ليه مفعول السحر في بطولة كأس العالم الأندية في الإمارات فأول مباراة والناد الأهلي بلاعب منتير المكسيكي وأنا كنت موجود في المباراة ودخلنا وشفنا عظمة جمهور الناد الأهلي جمهور الناد الأهلي اللي دايما يعني هو اللاعب رقم واحد هو المساند هو اللي داعم لفرقته بشكل كبير شفناه أيضا في مباراة الهلال شفناه أيضا في مباراة بالمراس آه كان فيه ظلم من الاتحاد الدولي بسبب نظام البطولة اللي أعلن التذاكر قبلها وبالمراس كان حاجز تذاكر جمهوره بشكل أكبر لكن جمهور الناد الأهلي كان موجود دايما في المعاد جمهور الناد الأهلي اللي احنا من هنا دايما مهما هنتكلم عنه مش هنقدر نوفيله حقه بطولة كأس العالم الأندية بطولة كبيرة بطولة فعلا الناد الأهلي شرف فيها كرة المصرية وزا ما احنا قلنا هنا كان مصر أولا الناد الأهلي ساب لعيبته ورغم كل الظروف الصعبة الناد الأهلي قدر يثبت إن الأهلي بمن حضر